رأيك نفتح الكروت معانا خمس كروت هنطلعهم. احنا كده هتخلينا لبس النظارة. اول مرضو البس النظارة على الهو. هيبقى شكلك حد. نجرب بقى. افتح. نجرب. هيكروت دفاعة ايه الاول? فيها فيها حاجات حلوة. فيها اسئلة صعبة بس. لا لا لا. على فكهة بالمناسبة كنت تطور عشان بقابين معاك. اه. انا حرفيا بامنت الله. اه. انا معرف الاسئلة اللي موجودة هي. يعني دي اي من اللي. فريل الاعداد. وحالك بتقرأ لي السؤال انا بسمعه معاك الاول مر. والله. اه والله. والسادة المشاهدين طبعا. طيب خلنا ناخد من هنا الاول. ونظرك هيتحلو عليك. والله. اه والله. ماشي. خيالنا ستشوف كمان حقيقة وايسة. طرق سليمان في يوم من الايام رفض انضمام محمد عواد للاهلي. مزبوط. لا السؤال بقى بصوت عليه عشان ان احنا. اه. انا بقيته بس بصوت وطري. اه. طرق سليمان في يوم من الايام رفض رفض انضمام محمد عواد للاهلي. اه. يعني ده حصل فعلا. رفضت. اه. ليه? لا لا الاسباب بقى يعني. يعني. المهم ان انا. ده حصل حصل فعلا. يعني ان انا في يوم من الايام. اه. يعني. اعرض عليك محمد عواد. اعرض علي محمد عواد. وحد من النادي. حد مسؤول يعني من نادي كلمني. فكان ليها وجهة نظر معينة. اه. ونقلتها. لان انت رئيس النادي يعني. اه. نقلتها الرئيس النادي. وقت ما كان بيلعف الاسماعيلي. وقت ما كان بيلعف الاسماعيلي. طيب. مش هاخدوش في التفاصيل. اه. بس هي مسلا هل هي اسباب لعلاقة بشخصية اللاعب ولا بامور فنية. لا ولا فنية ولا شخصية. يعني هي حاجة خاصة كده بقى انا ليه ليه كده يعني قناعات معينة في في امور. اه. فعواد جول موهوب جول موهوب جول عنده يعني ما شاء الله يعني. بس هي كان حاجة ممكن انا مبقاش صاح. ها. بس كان لها وجهة نظر واني لما نقلتها للوقتها للرئيس النادي فاني قال لي خلاص ما فيش مشكلة طالما دي وجهة نظر. اه تفاهم اه يعني. اه عظيم. ده احترام كبير جدا جدا من رئيس النادي يعني. عزيه. انا او مرع في المعلومة دي. لا لا اه لا. مرحب. اخد من هنا على فكرة انا بحب عواد جدا يعني وانا بكلم عليه كويس جدا جدا وحرس كبير ومشاء الله بشكل كويس جدا لا وعلى فكرة هو زي على فكرة فيه مدربين وعلى فكرة اقولك على حاجة انا كنا في معسكرين في نهاية الموسم الفات ده اه معسكرين في الفندق وكان الناس زمانك معسكر معنا وانا قاعد باكل على التراويزة كده مع الجهاز جالي عواد سلم علي يعني العلاقة بينكم كويس كويسة جدا لا خالص ببساطة عشان اقول للاستاذ المشاهدين يعني مدربين مدربين فنيين غير مدربين حراس المغرمى ممكن ما يقولش يقول انا مش عايز اللاعيب الفلاني ده بس ده مش معناه اللاعيب الفلاني دوت مش كويس لا لا خالص خالص ده مغيوب جدا بس انا ممكن ما كنتش محتاجه دلوقتي ما اقولك انا كان مؤتهب يعني مش عايزين نكلم في التفاصيل ازاي اقولك عواد جول كويس جدا جول موهوب وعنده قدرات وما شاء الله يعني انا نفس اقول كان يبقى موجود في من ضمن التالي الحراس المغرمى الموجودين في المنتخم عزيلا طب ممكن سألك 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 معلش قبل ما تقريبوا السؤال ده اوات لو انت موجود دلوقتي مدرب حراس مغرمى في النادي الاهلي وورد عليك محمد عواد تاني توفقه اهلا معنا بقولك الاهلي مش محتاج حراس مغرمى لا عواد ولا غير عواد طب لو الاهلي احتاج حارس مغرمى تختار عواده اهلا اختاره اختاره سألك كده مروح انا معلش شيطاني بياخدني سألكش حاله شيطاني بياخدني فاضل كابتان طريب معلش هل كابتان حسام البري تظلم في منتخب مصر ولا وايه سبب رحيله هو تظلم طبعا تظلم طبعا يعني كابتان حسام مخسرش مبرمى على المنتخب وكان ماشي يعني يعني حقق يعني جزء من الاهداف اللي هو كان داخل رايح المنتخب عشانها او كان ماسك مدير فني في المنتخب عشان يقتقق حقق جزء وهو وصول لبطولة افريقيا والجزء التاني هو الوصول يعني لكسل عالم مكانش يكمل مم يعني مكانش يكمل للمبارايات فهو تظلم هو تظلم مش كلام يعني سبب رحيله طبعا محنا كلنا عارفين ان المباراة الاخيرة اللي تم فتعادل واحد واحد بعدها الأداء كان بتقوله ان الأداء مش كويس وسبب رحيله ان هو الأداء كان كويس ولا مش كويس نا ما كانش كويس الأداء بس هو مدرب يمشي عشان أداءه في المبارا مش كويس طبعا. لا. هو عمل اول. في المجمل انا بقيم المرحلة. المرحلة اللي كابتن حسام كان يعني كملها كلها. هو يوصل لبطولة افراكي اول. وكان ماشي. اه 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 انه في طريقه انه يوصل يوصل. يوصل. تسهين في المية من المدربين على مدار التاريخ. الحقاوة انجازات كان عندهم مباريات سيئة جدا. بالضبط كده. الحقاوة انجازات. بالضبط دايما. وسأيتها نقول الارقام هي اللي بتتكلم مش هنتكلم. طبعا. طبعا. احنا دايما نرجع للارقام. طبعا هي مد طبعا. بلول مهم. مش اساسي. ملحاش هي اهم الارقام. لا ملحاش ملحاش. فهو تظلم تظلم. صح. ناخد اللي بعضه. ناخد اللي بعضه. هل مرتينيول اه قال فعلا من شريف اكرامة اه. على شريف اكرامة عند حارس لو تشاطت عليه التلاجة. تدخل جول. لا. انا مسمعتهاش. اه. الناس كتير جدا بتقول الكلام ده. اه. يعني. يعني. ناس كتير بتقول الكلام ده. اه. ما قابل الناس كتير. وإنما هو قالها قالها فين قالها في المؤتمر الصحفي يعني هو أكلم على شريف كان فيه خطأ في الموراة أسك أنا كنت موجود الموراة دي احنا خسرناها تنين واحد فأكلم على الخطأ اللي حصل من شريف وما كانش صح أنه أكلم بالإسلوب ده يعني الإسلوب نفسه يعني أنت عايز تكلم أه طبعا أنا في أوقات ما أتبقى خلاص أنت رأي في المؤتمر الصحفي وبتسأل سؤال فأتكلم على الخطأ لشريف إكرامي في موراة أسك كان خطأ سهل يعني بس دورت يعني فأتكلم عليه بشكل مش كويس إنما شريف قعد معاه بعد كده قعد طولة جدا جدا واتكلم عليه وقال له لأ يعني طبيعا أنت لو حتى لو أنت عايز تتكلم وعايز تتكلم يعني بينه وبينك هاتني المكتب وتكلم زي ما أنت عايز ما تلعبنيش ما تلعبنيش ولعبوا بعد كده ولا ملعبوش لا ملعبش معها ملعبش معا ملعبش ملعبش إحنا جبنا بعدها ده كان بيبقى رابح يعني إحنا في الوقت ده إحنا كنا جبنا الشناوي وكان موجود مسعد عوض وكان موجود أحمد عادل فإحنا كنا أربعة شريف في الفترة دي كان بقى رقم أربعة ما كانش يخش معسكر يعني في بتوية أفريقيا كان بيدخل عشان إحنا محتاجين التالي الراس يدخله أحمد عادل ومسعد الموقف شخصي مع مارتينيور أو الموقف فني؟ هو خلاص بقى هو يعني الرجل يعني بعد المبارة دي بعد ما صرح التصريح دفل وطمر صحف قفل وشريف كمان لما جي يعني الحوار اللي تم بينهم يعني ما وصلتش لنقطة نقطة يعني فحكنا بنلعب بطولة أفريقيا وبطولة دوري وكاس مصر عظيم بطولة أفريقيا شريف متأيد ومسعد عوض متأيد وأحمد عادل متأيد عظيم فكانت تلاتة بيقوم موجودين نيجي في مطشط الكاس ومتشط الدوري يتلع عشريف ويدخل الشدناوي عظيم احنا فضل لنا كارتة كمان كارتة كمان ناخد من هنا احنا دول أربعة احنا نفوت خمسة احنا شايف صحة ولا غلط لا دول تلاتة دول تلاتة من الصانع النجومية محمد الشدناوي احمد ناجي مشيل ينكن طريق سليمة التلاتة ام التلاتة وكل واحد اشتغل مع الشدناوي اكيد اعضاف له يعني ام كابتنى احمد ناجي مع المنتخب الفترة اللي هو لعب راح فيها لعب كاسعالم كنت انا موجود في النادي اهل حوالي أربع سنين موجود مع الشدناوي بس هو من اللي جاب الشدناوي هو ده الاهم على فكرة يعني اللي جاب الشدناوي من بيرا من 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 بتروجيت بتروجيت العبد لله هو النقطة هنا هي ده الصعوبة خب بالك الصعوبة هنا يعني انت تجيب حارس مرمى والحارس ده ييجي وما بقاش اساسي وبيقاش حارس مرمى رقم واحد وبعد كده يلعب ويبقى رقم واحد روح يلعب كاسعالم ويرجع من كاسعالم يلعب بتوط افوكي بأفضل حارس مرمى هنا في البطولة دي اللي هو لان احنا خرجنا بدري عظيم فهو اتحط على التراك فلما اتحط على التراك ما شاء الله يعني يعني انا كنتم موجود في 3-4 سنين الشناوي أفضل حارس في مصر عظيم بدانه يلعب كاسعالم عظيم فكمل بقى ينكن ودايما انا بقول بص انا ده بقول دايما المدرب الحراس اللي في النادي بيبقى له الفضل بنسبة 80-90% طبعا انت بقى انا على ايه بتاخد المنتخب اصلا عشان هو متقلق ومبدع في تدريباته مع مدرب النادي طيب احنا معلش نقط هنكلم فيها شوية بقى طبعا احنا ايه احنا الشناوي لما لعب مباراة البرتغال دي كان اول مباراة دولية في تاريخ الشناوي في تاريخه عمل مباراة دي دي اللي خلاته يلعب كاس عالم صح لان الشناوي قد من مباراة انا حتى وقتها قلت في كم تصريح ليا قلت ان الشناوي بلعب مباراة دي تحس انه حارس مرما بيلعب دولي بقى له مسلا اربع خمس سنين صح او عنده 40-50 مباراة دولية صح واخد بالك بقى من حاجة نقطة مهمة جدا 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 المباراة دي لعبها بعد 48 ساعة من سفر وسويسرا انا اقول الكلام دي عشان بس الناس تبقى فاهمة المباراة دي لعبها بعد 48 ساعة لا حيش يتدرب يعني ماشي انا انا هكمل انا انا هكمل بفراغات تمام وبعد المباراة دي المباراة التانية لعبها محمد عواد كانت مباراة اليونان وعواد ما سافرش كاس العالم وعدي كان شريف لعب معنا في نهاية الدولة وسافر كاس عالم فالمباراة دي ممكن تبقى سبب في ان عواد ما سافرش كاس العالم مباراة اليونان دي أنا فاكرها كريس عكي وقومة بردو لمباراة البرتغال كتسبب أنا اقول كلام وانا عارف أن اقول 해�しょうت ويبقى أساسي في كاس العالم طبعا بعدها كان في معسكر Korel وشيناوي راح بدأ كاس العدم فهي الفكره في إيه في مباراة البرتغال وشوط وشوت waiting مات شيء. راح يلعب كساح. راح اكتروا السؤال تاني. معلش? السؤال اللي فيه ده تاني. اه السؤال من اللي صنع النجومية محمد الشناوي. اه. احمد ناجي ميشيل يانكون طرق سليمان. بعد الحراكة قلته ده بقى يتجاوب على ايه? التلاتة برضو. والجمهور باول. بس زي بقولك كده. لا والله بص يا كابتل كريم الا. بص كل كل اللي مرن. طيب اقولك على حاجة. طيب انا اخويا مرن محمد الشناوي في بداياته وهو عنده 12-13 سنة. مرنه سنتين. مهر سليمان. هل هو يعني ملوش فضل برضو. كل الناس اللي اشتغلت كابتن محمد يونس في طلاع الجيش. ما اشتغلت مع كابتن مع الشناوي بداياته. اه. كابتن اه 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 تقريبا امام عبدالعال. اشتغل. فيه ناس كتير اشتغلت مع الشناوي.